مسلسل The Walking Dead الموتى السائلون المكون من 11 موسم بلش بعام 2010 وانتهى امبارحة 20-11-2022 هل منها ممكن نقول مع السلامة عالم The Walking Dead؟ أكيد من محسن نقول هذا الكلام لأنه في عنا الكثير بل الكثير من المسلسلات المشتقة وهذا الشيء اللي ما خلاني أتوقع أني أحكي عن الموسم الأخير بالحلقات بشكل منفصل طبعاً كثير من الأسباب هذا واحد منه أنه لسه في عنا أعمال عن المسلسل الشيء اللي حالياً أتوقع في بال شركة IMC بحكم أنه هي المنتجة لهذا العمل بدأت تعمل شيء مثل Game of Thrones شيء مثل Breaking Bad شيء بيشبه عالم DC على Marvel أنه هن يعملوا عالم متكامل كل الشخصيات ياخدوا حقهم ويعملوا أعمال متفرقة أعمال مشتقة يكبروا العمل أكتر وأكتر وأكتر هل إذا بدك تسألني عن الموضوع وعهل أنا مع هيق قرار أو ضد هيق قرار بصراحة إذا نعمل بطريقة جيدة فأنا مالي ضد بس لحد الآن أنا متخوف من هذا الشيء يعني نحن شفنا في مسلسلة The Walking Dead أنه المواسم الستة خلينا نقول لأولى كانت توق ولا أحلى من هيك مسلسل مش طبيعي على إطلاق رح أحكيها لأبعض النقاط متفرقة من المسلسل يعني كمراجعة سريعة من دون أي حرق بالمناسبة ما رح يكون في أي شيء له علاقة في الحرق رح أحكي رأيي عن مسلسل بشكل عام الموسم السابع 8-19-11 بشكل عام مستوى المسلسل نزل يمكن أن الموسم التاسع هو كان الأفضل من الموسم الأخيرة والثلاث حلقات الأخيرة من الموسم 11 كمان كانوا ممتازين بحكم أن نحن نقفل المسلسل فكانوا جميلات بغض النظر عني هذه المسلسل ذات نفسها يلي فعليا القصة ما انتهت 100% فهذا الشيء اللي بيعود مثل ما قد لكم في النقطة الأولى أنه من الممكن أن نحن نشوف أعمال مشتقة من المسلسل سواء لبعد المسلسل يعني بعد أحدث المسلسل نشوف أشياء متفرقة أو حتى نشوف مثل ما بنعرف ماضي الشخصيات فبشكل عام القصة لسه ما خلصت القصة لسه بيطلع منها الكثير من الأشياء فبالتالي المسلسل بيحكم أنه صار شوي دون المستوى خليني نقول في الموسم الأخيرة ما كتير كنت أركز عليه في القناة الشيء اللي خلاني أعمل هذا الفيديو أني ما حكي على مسلسل غير مرة وحدة وما حكيت على النقاط الموجودة فيه ذات نفسه بحبتي أن أعمل هذا الفيديو وبرجع بقلكم من دون أي حرب نحكي في البداية معلومة من الممكن ما تكون بتعرفها يا صديقي الجميل أن مسلسل الوكينج ديد بتشبه قصته كتير قصة مسلسل بريكينج باد بناحية رفض الشركات للعمل ذات نفسه فمسلسل مثل بريكينج باد تم رفضه من الكثير من الشبكات كتير من المنصات قالت لا عمي أنا ما بدي أخذ هيك عمل هذا العمل ما راح ينجح نفس الشيء الوكينج ديد نعرض على الـ HPO قالت لا ما بدي أخذه كتير من الشركات رفضت لحتى وصلت AMC مثل ما أخذت بريكينج باد كمان أخذت ذووكينج ديد ومن أول موسم ذووكينج ديد حقق نجاح ساحق ماحق مو طبيعي بدا حقق نجاحها كتير كتير كبير بحكم الفكرة اللي كان جاي فيها وتعلقنا كأشخاص مع الشخصيات والأحداث ذات نفسها والفكرة مثل ما قلت لكم والجو العام اللي إيجانا فيه هيك موسم أو هيك مسلسلة أنا يا صديقي برأيي الشخصي بشوف أنه مسلسل الموت السائرون هو واحد من الأعمال اللي رفع سقف التوقعات فيما يخص المسلسلات يعني إذا بتتذكروا وجود The Walking Dead في الفترة الذهبية خلينا نقول للمسلسلات فهذا الشيء اللي أعطانا نحن جو جديد جو البقاء على قيد الحياة جو أنه نحن في عنا زومبيز نحن فيه شيء اللي علاقة أنه الحياة رح تنتهي هذا الجو الجديد يلي واتجى بفكرته مثل ما قلت لكم قبل شوي رفع سقف الطموحات للمسلسلات رفع سقف المنافسة فكل شخص صار يطلع على The Walking Dead أنه أنا بدي أعمل مسلسل يتفوق على The Walking Dead مثل ما هلأ الناس اللي بدون يعملوا فانتازي بيطلعوا على Game of Thrones أنا بدي أتفوق على Game of Thrones فمسلسل The Walking Dead فيه شيء من هذا الشيء أنه أنا بدي أعمل مسلسل يطلع بدي أعمل شيء يتفوق على The Walking Dead بيحكم الشيء اللي يجي فيه The Walking Dead جو السيرفايفول مثل ما بيقولوا أو جو البقاء على قيد الحياة وإلى آخره فهي النقطة تحسب للمسلسل أنه هو من المسلسلات يلي رفعت من سقف المنافسة في عالم المسلسلات فيه نقطة تميز فيها المسلسل واللي هي الواقعية هذا المسلسل بيخليك تعيش القصة مع الشخصيات تحب الشخصيات تحب الشيء اللي عاب بيعملوه أو بالأحرى تحسب الشيء اللي عاب بيعملوه وكأنك فرد من هاي المجموعة اللي موجودة وانت فعلا في طريقك انك انت تحاول تبقى على قيد الحياة فبالتالي هذا الشعور يعتبر جدا مهم الكاتب لازم يركز عليه انه هو يدخل المشاهد بجو المسلسل فهذا الشيء رح تشوفه في المسلسل رح تشوف بواقعية كتير كبيرة وفيما يخص موضوع الشخصيات وقتل الشخصيات يا جماعة من أسهل المسلسلات اللي ممكن تقتل شخصية رئيسية الموضوع جدا جدا طبيعي بالنسبة لمسلسل The Walking Dead انه هو يقتلك اي شخصية انت متعلق فيه او اي شخصية تعتبر رئيسية هذا الشيء نرجع من عيد انه هو بيضيف واقعية للمسلسل ولكن بنفس الوقت في بعض الاحيان وبعض الشخصيات اللي كانت تموت في المسلسل يعني اوكي حلوة الفكرة انه المسلسل واقعي والشخصيات عم تموت ولكن في بعض الاحيان وبعض الشخصيات بتحس انه موتون كامنا ممكن ما يكون موجود يعني مثلا ما تموت الشخصية وبتكمل معنا لانه كان من الممكن فيه احداث قادمة للمسلسل في المواسم اللي بعدها تشوف انه وضع لو كانت الشخصية فلانية موجودة كانت بتأثر على الاحداث بشكل ايجابي فبالتالي في بعض من القرارات لبعض الشخصيات موتون كان من الممكن انه نكمله زيادة شويلة حتى يأثروا على الاحداث ولكن منتجرى معيده بنأكد انا واحدة من النقاط اللي عجبتني بصراحة في هذا المسلسل اللي هي الواقعية مو من المسلسلات اللي انت بتدخل وخلاص بتأكد 100% انه الشخصيات الرئيسية ما حتموت خلاص انا متأكد انه هذا وهذا 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 الشخصيات الرئيسية مش حيموتوا لا هذا الشيء ما هو موجود افدا في مسلسل The Walking Dead فاذا انت الحد لان ما لك متفرج عليه حضر حركة لهذا الموضوع ولا تتعلق في اي شخصية بأي اللحظة من الممكن انه هي تموت نحكي على اكتر نقطة مزعجة في المسلسل واللي مثل ما قلت لكم في بداية المراجعة وبداية هاي الحلقة انه الموسم السابع والثمن والعاشر والإيداش مع عدى اخر ثلاث حلقات كانوا موسم بصراحة ما لهم داعي الى حد ما مستوى المسلسل كان كتير كتير نازل فيهم كتير من الاشياء كانت تصيب بداعي التمطيط والشط والمط للأحداث لا اكثر فبالتالي هذا الشيء اللي ادى انه نحن في بعض من الاشياء اللي كانت انوجد في المسلسل لو كانوا مشتغلين عليها الكتاب بالطريقة الصحيحة كان هيكون عنا شيء جدا جدا قوي واحدة من الشغلات اللي على سبيل المساكة ممكن يستفيدوا منها جعل الزومبي ازكياء ولكن بطريقة اعمق يعني انت اليوم مات بس تشيل للزومبي سلاحه تخليه يطلع وينط ويتسلق الجبل ويتسلق حيطه لا اعطيه شيء يعبر عن ذكاؤه الشيء اللي نحن شفناه في فيلم ارمي اوف دا داد ازا انتو شايفين هذا الفيلم بتعرفوا بالظبط اشي عن الزومبي زكي لو كانوا مدخلين هذا الموضوع بطريقة زكية بطريقة عميقة للمسلسل صدقوني الكتاب كانوا حيعملوا شيء جبار في هذا الفيلم ارمي اوف دا داد كنا عم نشوف الزومبي اذكياء بيعرفوا اشي عبصي بالظبط بفهموا اشي اللي عبصي انا ما عبقلكم من بداية مسلسل فرجيني هذا الشيء ولكن ممكن تدخل هذا الموضوع في القصة بطريقة ذكية لحتى تعطي عمق اكبر للقصة هذا الشيء ما شفناه طبعا انا عبطيكم مثال سريع على الاشياء اللي كان من ممكن الكتاب يعملوها لحتى يحسنوا المسلسل اضافة للقرارات يلي في بعض الاحيان ما بيكونوا حسبين اش رح يصيه في المستقبل في قادم المواسم يعني اليوم انا عبكته بهذا المسلسل عبكته بالاحداث ما بحثه بحساب للخطوة اللي بعدها او الموسم اللي بعده وش رح يصيه لبعدين فانا باخد قراري هون ممنع سنحن نلوم المخرج او نلوم الكاتب على اخذ قرار معين ممكن نلومه لبعدين وقت نشوف حدث نقول يا ريت الشخصية الفلانية كانت موجودة وفعلا بتحس فراغة في هذا المشهد يعني على سبيل المسال شخصية من الشخصيات بتموت بالموسم اللي بعده بتقول انه غلط الكاتب بيقاطل هاي الشخصية بهذاك الوقت كاملة ممكن نحن نستفيد بنا هون طبعا هون بقى بيجي الفرق ما بين الكاتب العبقري يلي بيكون من غير كوكب والكاتب الجيد اللي بيعطيك قصة حلوة وانتهى الموضوع طبعا هون لا تفهموني غلط انا ما عم بحكي انه كتاب مسلسل The Walking Dead يعتبروا سيئين او مثلا ما عملونا شيء جميع بالعكس تماما كتابة الشخصيات وتعلقنا معهم مثل ما حكيت اساسا في البداية شلون احنا كمشاهدين نتعلق مع الشخصيات وحتى تعلقنا مع الاحداث والفكرة اللي اجتنا اساسا يعتبر شيء جيد جدا ولكن الفرق ما بين الكاتب العبقري والكاتب الجيد هي فكرة الخطوة للامام منك انت تكون متقدم على القصة 3 اربع خطوات تحسوا بحساب دائما اش رح يصير لقدام وتضيف عمق معين للقصة هذا العمق يلي نحن ما شفناه في الموسم السابع والثامن والعاشر ونص الحادي عشر فبالتالي المسلسل خلص ولكن لسه في عنا اعمال مشتقة كتيرة رح اذكر لكم هلأ بعض الاعمال اللي رح تكون موجودة خلال الفترة القادمة في البداية صديقي رح يكون في عنا مسلسل داريل رح يكون في باريس فرنسا تحديدا رح يظهر بنسبة كتير كبيرة بعام 2024 ما في اي كلام رسمي عن هذا الموضوع وطبعا المسلسلات اللي تم الاعلان عنا هو مسلسل ريك اند ميشون اللي كمان من المتوقع يكون في 2024 وتحديدا احداثه رح تكون في الغرب الامريكي ورح يكون كمان في عنا مسلسل مدن ميتة من بطولة نيجن وماكي ورح يكون كمان في عام 2023 طبعا لحد الان هدول هن المسلسلات اللي تم الاعلان عنهم من الممكن لسه من بعد هاي المسلسلات نشوف المسلسل التانية ممكن نشوف افلام مشتقة ممكن يكون في عنا عالم كامل متكامل عند المسلسل ويضلوا يعني مسلسلات مشتقة وافلام مشتقة نرجع من الاجتماعي من اكد انا رأيي شخصي في هذا الموضوع انه اذا كان عبي نعمل بطريقة جيدة فانا ما عندي مشكلة اما اذا رح يكون الموضوع بس لمجرد الحلم والقصة رح تكون تافهة والقصة رح تكون واضح انه هي تسليك بس لحتى ناخد مصاري على اسم The Walking Dead فلا انا هون رح اكون ضده اما اذا نعمل شي جيد فليش لا ما هيكون عندي اي مشكلة الى هنا يا صديقنا قد انتهينا من الكلام بالشكل العام عن مسلسل The Walking Dead اذا انت دخل على هذا الفيديو لحتى تشوف مراجعة للموسم 11 او مراجعة كاملة للمسلسل فانت دخل بشكل خطأ انا اسف يعني وقتلك في البداية انا رح احكي بشكل عام عن المسلسل رأيي هيك عنه بس وانتهي الموضوع اذا وصلت لهي النقطة اتمنى انك تكتب لي تحت في التعليقات رقم صفر خلونا نشوف كم شخص وصل لنهاية هذا الفيديو واكيد لا تنسى انك تحط لايك عليه تشترك تحت القناة اذا لحد الان مالك مشترك مشوكم فيديو تجاي سلام عليكم